مشاهدين ارجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل طبعا احنا عارفين ان النهار ده بنحتفل بمقوية الفنانة الرحلة ليلة مراد واسمها الحقيقي لليان زكي مراد مردخاي ولدت في 1918 وتعلمت الغناء على يد والدها الملحن زكي مراد والملحن داود حسني وغنت بعدها في العديد من الحفلات الاول كانت بتغني في الحفلات الخاصة وبعد كده في الحفلات العامة تقدمت الازاعة المصرية في منتصف السلسينات وكمان تعقد معها على الغناء بشكل اسبوع يعني كانت بتغني فيه الازاعة كل اسبوع قدمت الحقيقة 27 فيلم ومن اشهر افلامها قلبي دليلي وعنبر وليلى بنت الاغنياء وطبعا سلسلة عملت ليلى بنت الاغنياء وليلى بنت الفقراء وكذا فيلم وسيدة القطار وغزل البنات النهار ده هنتكلم مع استاذ اشرف غريب النقد السينمائي وامين عام مركز الهلال للتراص عن مقوية الفنانة الرحلة ليلة مراد صباح الخير أستاذ أشرف مغورنا في نهارك سعيد أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أشرف في البداية عايزة أسأل حضرتك عن أهمية الاحتفال طبعا مصر والعالم العربي كله بمقوية ليلة مراد يعني ببساطة شديدة ليلة مراد ليست مجرد ممثلة أو مطربة دخلت عالم السينما ثم خرجت منه بعدد من أفلام ليلة مراد واحدة من أرق وأجمل أصوات الغنائية في تاريخ الفن العربي كله واحدة من أهم نجمات السينما هي السندريلا الأولى السندريلا التانية بعدها هي سعاد حسني وما فيش تالتة يعني في ناس أو أسماء كتيرة حاول تربط نفسها بلقب السندريلا لكن السندريلتين هما ليلة مراد وصعد حسني ليلة مراد هي أول نجمة شباك في تاريخ السينما العربية والنجمة الشباك ده ده مصطلح هوليو دي يعني بيوضح أنه الجمهور بيذهب للنجمة بتاعه صرف النظر عن أي عنصر فني آخر يكفي بس أن يشوف اسمه على أفيش الفيلم أو على تيتر الفيلم عشان يدخل يشوفه دون النظر لأي عنصر فنية أخرى في الفيلم ليلة مراد كانت كده وهي أول واحدة يعني الناس بتروح على اسم ليلة مراد ولما تعرفي أنه في تاريخ السينما المصرية كله خمس أسماء فقط هما اللي ممكن نسميهم نجوم شباك نعرف قيمة ليلة مراد الخمس أسماء هما ليلة مراد وأنا وردي سعاد حسني وعبد الحليم حافظ وعاد الإمام على مدى التاريخ يعني فيه أسماء نجحت كتير لكن نجومية الشباك موضوع تاني وليه اعتبارات عشان أقول أنه فلان ده نجم شباك ليه حسابات كتيرة منها مثلا فيما يتعلق بليلة مراد البنات كانوا بيقلدوا ملابسها وتسريحتها هي كانت نجمة يعني فارسة أحلام كل شاب الفتاة اللي بيتمنها أي شاب في فترة الأربعينيات والخمسينيات التأليد الملابس والأغاني ليلة مراد ما كانش فيه مسافة بين حياتها الشخصية وبين حياتها الفنية وده جزء من النجاح اللي أقدمه أنه ردي ليلة مراد أنه قدر يربط الجمهور بيها كما لو كانت واحدة منهم عشان كده أنه لما نحتفل بنا نقدمها في العديد من الشخصيات يعني خليها مش بس ليلة مراد اللي هي الفتاة السرية لا أقدمها ليلة بنت الفقراء عشان يقربها من الفئة دي من المجتمع مش ده المقصود آه خلينا أقولك صح فكرة أنه كان بنتقلها نوعيات أفلامها وقصص الأفلام إلى آخره لكن فكرة الدعاية اللي اشتغل بها على أن ليلة وراد دي واحدة منهم تخيالي أن ليلة أنور كان وليلة اتفقوا كان مثلا لما يحصل بينهم خلاف كزوجين يشركوا الجمهور باعهم يبعطوا رسالة للصحافة إحنا جلقتوا على خلاف عندنا مشكلة كذا كذا إيه رأيكم نعمل إيه يعني كانوا بياخدوا رأي الجمهور بيدخلوا حياتهم الشخصية فمنتازكاء جدا من أنور راجي بموفقة ليلة مراد أنه هم يعني ما يخلوش فاصل بين حياتهم الشخصية وحياتهم الفنية ده جزء من نجاح الاتنين لأنه زي ما بقولت ليلة وأنور هم أول نجمين شباك في تاريخ السلمة المصرية فلما تيجي الدولة تحتفي بمقاوية ليلة مراد اللي هو حدث لا يتكرر إلا كل مئة سنة ده شيء طبيعي ده أنا أتصور أن هناك تقاعص وأن هناك تقصير في الاحتفال بمقاوية ليلة مراد أنه كان من المفروض أن الدولة كلها تقوم يعني عن بكرة أبيها زي ما بيقول كده عشان الاحتفال بليلة مراد كان لازم يبقى فيه مهرجان الموسيقى العربية يهدي دورته الليلة مراد كان لازم يبقى فيه ندوة عن تاريخ ليلة مراد واتوراثها وآثرها في الموسيقى كان لازم يبقى فيه المهرجانات السينما كلها يعني باستثناء مهرجان اسكندرية السينماية الدور باح متوسط لم يحتفي أي مهرجان بليلة مراد وسائل الإعلام احتفلت بشكل أو بآخر وانتم طبعا مشكورين بتعملوا ده على الأقل في نهاية عام 2018 اللي هو عام مقاوية ليلة مراد عشان كده الحدث كان مهم جدا وزارة ثقافة كان لازم تحتفي احتفلت بشكل يعني يعني لا يرضي طموح عشاق ليلة مراد الحقيقة لكن يعني خلينا نقول إنه أفضل من لا شيء أكيد طيب حديدتكلمنا عن نشأة الفنانة ليلة مراد لأن فيه أقاويل كتير يعني فيه أقاويل مثلا بتقول ليلة مراد من اسكندرية حديدتك قلت لي لا هي مش من اسكندرية حديدتكلمني عن نشأة ليلة مراد وإزاي أثر ده على ليلة مراد وعلى مشوارها الفني وكمان أخوها منير مراد طبعا فنان كبير برضو إزاي أثرت نشأتهم دي على أعمالهم الفنية وعلى تميزهم مبدئيا هي ما اسمعاش لليا زي ما المصادر بتقول انت عارفة أنا عام الكتاب من سنتين اسمه الوثائق الخاصة ليلة مراد كتاب الحمد لله كان رده فعله كويس جدا ما فيش معلومة بتكلم بيها إلا بالوثيقة وبالتالي انتهى مجال الاجتهاد وانتهى مجال البحث والشك والتأويل إلى أخر وثيقة يعني موضوعية مصدقية إحاطة حيادية ما فيش مجال أي اكتهاد وانا بندهش جدا للمستمرين في المعلومات الخطئة على ليلة مراد بعد هذه الوثائق التي أزارها ليلة مراد اسمها ليلي ليلة؟ أه وأبوها اسمه زكي مراد مردخاي دي جد يعني معرفش إزاي آه يهودي هي يهودية مصرية أبوها وأمها مصريين ممكن يكون لهم أصول غير مصرية لكن هما مصريين وهتمتعوا بالجنسية المصرية كبالك ليلة مراد نشأت خليني زي ما أنت كنت حضرتك بتسأليني عن ظروف نشأتها هي واحدة من ست أشقاء ليلة وساميحة وملك وإبراهيم ومراد ومونير أو مورس اللي هو بقى مونير ومراد بعد كده أبوهم هو زكي مراد زكي مراد ده واحد من الأسماء المهمة جدا في فترة بقربة الأول من القرن العشرين كان تلميس سيد الرويش وصديق عبد الوهاب وصديق الوسط الفني وكان مطرب معروف وليه صوت كويس قوي بيغني ويشترك في كتير من الأمال المصرحية مع مونير المهدية ليلة نشأت في هذا الجو ورثة حب الغنى والجمال الصوت من والدها أمها اسمها جميلة إبراهيم روشو سيبت من جميلة سليمون والكلام الكتير اللي بتقال في هذا الكلام والدها كان متعهد حفلات يعني عن طريق هذا العمل جميلة روشو اتعرفت على زكي مراد وتجوزه وأنجبه هؤلاء الأبناء الست هو حببها في الفن حببها في الغنى اتعلمت على دي وبعدين تعلمت على إيد مسكار كبير داود حسني وهو كان يهودي مصري أيضا هو اللي علمها في الفترة دي هي اشتغلت في مجالات فنية مختلفة يعني كانت بتسافر مثلا والدهم حب يعمل مغامرة غريبة جدا سافر أمريكا لاتنية عشان يغني للعرب فكانت النتيجة أنه غاب هناك وخسر فلوسه هي اضطرت أنها تسيب المدرسة في الوقت ده واشتغلت اشتغلت الأول في الخياطة بعدين اشتغلت في الفن وجابت مصر لفت مصر كلها عشان تغني في القرى والنجوع وده أسقل صوتها جدا زيها زي تجربة سيدة الغناء العربي أمو كلسوم خلينا أقولك أنه اللي بياخد المراس ده والخبرة دي أمو كلسوم عبدالوهاب ليلة مراد وبيبدأ بدري بيبقى لي علامة مهمة جدا وليه تأثير قوي جدا وتبقى أحد أسباب نجاحه بعد كده وأنها كان عندها دافع وأنها تعتمد على نفسها وأنها تقدر تساعد أسرتها فده كان دافع كبير صحيح أنها تقول المحافظات وأنها تغني والدخل لها سبب انتشار بعد كده بقى تقدمت للإزاعة ولا بعد كده إيه اللي حصلت؟ هي زي ما قلت لك والدها يعني شديد الصلة بالوسط الفنية مش غريب عنه كان يعرفهم كلهم وهم يعرفوه كاسم يعني شخص وبالمناسبة ده مناخ مهم جدا جزء من أسباب نجاح ليلة مراد أنه في الفترة دي مصر كانت دولة مفتوحة كانت العقول متفتحة ما كانش فيه حد بيبص لا ديانة حد ولا انتماء حد ولا أراء حد كل المجتمع فيه أطياف مختلفة كان كله متجانس متجانس وبيعيش بشكل سالس طبيعي وبيقبلوا الآخر بمنتها البساطة وبمنتها الأريحية زي ما بيقولوا في هذا الجو نشأ اليهودي زاكي مراد وبنته ليلة مراد لغاية لما أعلنت إسلامها بعد كده لكن يعني في الإزاعة هي تقدمت الإزاعة عن طريق الموسيقى متعة عاصم أول واحد كان مشف على الموسيقى والغناء في ذلك الوقت سنة 34 وهو كان يعرفها وهي طفلة كان يعرفها منه هي أصغر من كده كمان يعني 34 كان عندها 16 سنة لكن هو يعرفها يمكن أنه هي عندها 12 سنة وكانت بتغني في بعض الجلسات الخاصة الفنية إلى آخره فلما افتت الإزاعة المصرية في 31 مايو و34 قرر أن هو يقدم ليلة مراد وليلة مراد رحت للإزاعة ومتحنت في حضور أم كلثوم أم كلثوم كانت بتغني في الاستوديو بتمتحن؟ لا مش من دمن الممتحنين كانت بتغني معاه أم كلثوم لا مش بتغني معاه كانت موجودة في الإزاعة بحكم أنها كانت بتغني يعني عندها وصلت غناء في الفترة دي انتعرفها كانت الغناء لايف ما كانش فيه تسجيل فكانت أم كلثوم عندها غناء ليلة مراد وقفنت عليه في الوقت ده رغم أن هي بتقول في مذكراتها أو في حواراتها أنها كانت خايفة جدا من التجربة دي وبعد سنة 34 قدمت فيلم برضو ناس بتنظر له نظرة كده غريبة جدا ما بتحسبوش في أفلامها فيلم اسمه الضحايا ده الفيلم رقم 28 بالمناسبة مش 27 ظهر سنة 35 غنت فيه فقط يعني ظهرت كامط ربا لكن ما مسلتش لأن الفيلم ده أصلا كامط ده مش بتارد كتير ما بتاردش خالص آه لأنه من الأفلام الندرة والمجهولة لكن صندوق التنمية الثقافية رممه وإحنا شفناه في عروض خاصة تمام غنت أغنية اسمها يوم الصفة في النسخة الناطقة من فيلم الضحايا ده كان من بطولة وإنتاج بيجا حافظ لكن النقلة الكبيرة كانت عند عبدالوهاب بقى في فيلم يحيا الحب سنة 38 برضو في يحيا الحب كان أداءها تمثيلي ضعيف جدا بس ده برضو خلى بالرغم من ذلك يوسف واهبي يعني يلتفت لليلة مراد وأن هي تقدم معايا في المهد تاني ليلة ممطرة مظبوط؟ نص مظبوط نص مظبوط طيب حيك صححهم عشان إحنا المعلومات اللي عندنا يعني نص مظبوط حقولك صحيح أنه ليلة مراد أداءها تمثيلي فيها الحب ما كانش كويس وصحيح أنه مخرج الفيلم محمد كريم كان مستق جدا من أداءها وبيكتب ده في مذكراته بقول أنا كنت شايفها خجولة جدا ومنطوية أكيد أول عمل بيها وأداءها يعني محدود وبتكسف لدرجة أنها لما كان يبقى مشهد فيه هنا فيه ضحكة كان بيجيب واحدة من الكمبارس تضحك بدلها الوحيد اللي كان مؤمن بموهبة ليلة مراد وشايف أن هي يعني نجمة هتكسر الدنيا كان عبد الوهب منتج الفيلم طبعا ما بطله وهو اللي أصر على وجود ليلة مراد معاه في الفيلم ده بطله ليحيا الحب ودي يعني من المرات المتكررة فيه عبد الوهب عبد الوهب هو الوحيد اللي كان مؤمن بموهبة سعاد حسن وهو الوحيد اللي كان مؤمن بليلة مراد قبلها وهو أكتر واحد كان متنبأ لعبد الحليم لدرجة أن عمله عقد احتكار قبل ما عبد الحليم يشتر فعبد الوهب كان عنده البصيرة دي وكان عنده حسن التوقع ده واختياره للفنانين لكن الجزء اللي مش دقيق شوية فيما تعلق بنيوسف وهابي بعد إحيا الحب في النهاية ليلة مراد خرجت من التجربة دي معروفة صحيح بسبب شهرة عبد الوهب وبسبب نجوميته وبسبب أن الجمهور داخل يسمع عبد الوهب إنما في الآخر كمان خرج بأن في بطلة قدام عبد الوهب اسمها ليلة مراد اللي التلقف ده هو المخرج توجه مزرحي مش يوسف وهابي يوسف وهابي كان بطل فيلم ليلة ممتر لكن توجه مزرحي كان المنتج وكان المؤلف وكان المخرج وكان صاحب الستوديو وكان المنتير وكان كل شيء في هذا الفيلم ومن الرشح ليلة للفيلم؟ هو توجه مزرحي هو مش يشف واحد هو شافها في يحيا الحب توجه مزرحي كان عنده مشروع يعني كان عنده هدف مهم عايزي يعمل توجه مزرحي مخرج يهودي أيضا يهودي مصري أصيل لأن فيه ناس برضو كان عامل شركة أفلام اسمها الشركة الأفلام المصرية حتى من اسمها يبين قد كده هو رجل مخلص لمصريته المهم أنه كان عنده مشروع أنه يقدم نجمة يهودي بمواصفات سينمائية تسمح لها بالنجاح هو كان حاول يعمل ده مع ممثل يهودي آخر اسمه شلوم كان نجاحه مع حدود احنا النهاردة بنعرفه كمعلومة تاريخية لكن توجه مزراحك كان عاوز حاجة كبيرة كان اسمه الفني شلوم برضو بعد كده في الأفلام آه هو عمل حاجة اسمها شلوم الرياضي والترجمان إلى أخوه لكن هو توجه كان عايز ممثلة فيها مواصفات النجمة اللي هي تبقى يعني لها بريق سوبرستاريا بالظبط كده فقدمها فيه خمس أفلام متتالية كان بيكرس لنجومية ليلة مراد اللي هي بقى ليلة ممترة تسعة وتلاتين وليلة بنت مدارس وليلة بنت الريف وليلة وليلة في الظلام المجموعة بتاعت أول أفلام حملت اسم ليلة وهو اللي جرأها على الكاميرا وهو اللي دربها وهو اللي علمها إزاي تواجه التمثيل والممثلين وهو اللي ادها مجموعة الأغاني الأولانية الخاصة بالأسابجي والصنبات وزكارية أحمد ففضل صوجه مزراحي على لاي مراد هو تالي على فضل عبد الوهاب ولكن هو اللي ثبت أخدامها عشان نسلمها بعد كده للي صنعنا جمهيتها الكبيرة الفنان أنور وجدي أنور وجدي ومرحلة بقى تغيير كامل في حياة ليلة مراد لما تزوجت أنور وجدي وعملوا بقى سلسلة أفلام وسلسلة أعمال كبيرة جدا مع بعض هكلمنا بقى عن قلت لنا أن حياتهم الشخصية كانت سر برضو في نجاح ليلة مراد وأنور وجدي الفنية صحيح حكلمنا عن أفلامهم وعن تغير حياة ليلة مراد وتغير أعمالها الفنية بعد التقاءها بأنور وجدي هي ليلة كانت المفروض سنة 45 تعمل فيلم ليلة بنت الفقرة ده سيناريو كان كتبه المخرج كمال سليم اللي هو مخرج فيلم العزيمة كان المفروض هو اللي يكتب الفيلم ويخرجه لكن هو في إبريل 45 توفى فكان الفيلم خلاص وكان إنتاج أنور وجدي فأنور وجدي فاتح ليلة مراد بأنه هو يخرج ده كان أول أفلام أنور وجدي كمخرج ومن المرحلة دي هم أقربوا من بعض وعرض عليها الزواج ليلة أنور وجدي كان متجاوز قبل كده مرتين إنما ليلة مراد كان ده أول زيجة لها هي شافت فيه شخص طموح فنان كويس ليه مستقبل فقابلت الزواج منه هم تزواجوا في المحكمة الشرعية بالوثيقة اللي أنا نشرتها في كتاب الوثائق الخاصة الليلة مراد بتاريخ 15 يوليو 1945 بعد يومين من إعلان من الوثيقة دي هو كان بيصور المشهد الختامي في فيلم ليلة بنت الفقر المشهد كان عبارة عن زواج ليلة وأنور يعني هي لابسة فستان فرح ووهو لابس وده كان حقيقاً لا المشهد في الفيلم المشهد في الفيلم فأنور واجدي الزاكي اللماح اللي هو شارب الدعاية الهوليودية عزم كل الوسط الفني وعزم كل الصحافة الفنية في الوقت ده والناس تعاملت على أنه مشهد نهاية فيلم فإذا بيه يعلن أنه المشهد تحول إلى حقيقة وأنه عقد قرانه على ليلة مرد قبلها بيومين مفجأات طبعاً فكانت فرقاة دعاية خاطيرة جداً للفيلم وفضلت الصحافة تتكلم من يوليو من 17 يوليو 45 إلى شهر نوفمبر وقت عرض الفيلم احنا دلوقتي كمان هنشوف أغنية من فيلم عنبر وهي من إخراج أنور واجدي بما أننا بنتكلم عن ليلة وأنور هنشوف مع بعض الأغنية ياريت مشاهدين نور جانالكم مرة تعانية تتميز أفلام ليلة مراد برضو بالاستعراض يعني احنا شفنا فيلم عنبر والاستعراض اللي فيه وحاجة يعني سبقى الزمن صحيح وأيضاً فيه أفلام ليها مع نجيبي الرحاني برضو فيها غناءه مع استعراض مصبوط ده قرب ليلة مراد أكتر من جمهورها بالتأكيد طبعاً بس ده فضل برضو عن وراجدي لأنه هو طبعاً واحد من علامات المهمة جداً في السينما الاستعراضية وهو اللي أقدم لها قلب دليلي وعنبر وغزل البنات وبنت الأكابر وليلة بنت الفقرة وليلة بنت الأغنية وحبيب الروح دي يعني احنا النهاردة لما بنذكر ليلة مراد دي أول أفلام بتبقى في ذهننا وفي ذاكرتنا بالضبط والاستعراضات كانت أحد أسباب نجاحها وليلة صحيح يمكن ما رقصتش يعني ما قدمهاش ما عندهاش قدرة دي الاستعراضية زي عند سعاد حسن ونيلي ونعيم عاكف إلى آخره لكن صوتها طبعاً كان مميز جداً وكان مناسب أول الاستعراضات والألحان اللي كان معظمها بيقدمها الأستاذة عبدالوهاب لأنه كان شريك طبعاً في شركة الأفلام المتحدة أنا ورابدي وليلة مراد وعبدالوهاب فدي واحدة من علامات ليلة مراد وأحد أسباب نجاحها الاستعراض عموهم في الفترة دي كان يعني عنصر مهم في التوليف التجاري السينما المصرية في الوقت دا كانت بتميل لفكرة الغنى فكرة الكوميديا كوميديا الموسيقية بشكل عام وده اللون اللي انتشر بعد الحرب العالمية التانية بالذات واللون اللي نجح فيه كل مطلبين تقريباً ليلة مراد وشاديا وفريد محمد فاوزي كل الأسماء الكبيرة في عالم الطرب اللي اشتغلت في السينما اشتغلت جوه قالب الكوميديا الموسيقية فالكوميديا الموسيقية يعني غنى يعني كوميديا يعني استعراض طبعاً احنا النهاردة انا استمتعت شخصياً انا قلت لحضرتك ان انا بحب ليلة مراد عاشقة الليلة مراد من يعني من وانا طفلة صغيرة يعني هي قريبة كمان جداً لقلوب الاطفال يعني المسألة مش مسألة عمر استمتعت حقيق بالكلام عنها النهاردة واستمتعت طبعاً باللقاء مع حضرتك وستاذ اشرف غريب النقد السينمائي وامين عام مركز الهلال للتراز شكراً جزيلاً لحضرتك شكراً شكراً مشاهدينا فاصل وهرجع لك انا واشرف عشان نخبر يومنا النهاردة بنعرك سعيد